رصاصات صوبها فتية نحو جسد اللحمة الوطنية لكنها فشلت في نيل مبتغاها وأنا لم أشاهد هذا الجهة ومتجه على البيت وفجأة طلع واحد من بني سيغير وعنده أسلاح طويل أنا شفته وتفاجأت يعني ما استوعبت الشغله بسرعة يطلق على الصغير كبير ما حرم طفل يطلقه بس يعني ذلك يجيين بس يطلقوا يغاتلوا ويمشوا نحن نريد أن نفوت الفرصة على من يريد العبث بأمن الوطن في هذا الوطن المبارك في المملكة هنا العربية السعودية ما في واحد إلا وقد استاء من هذه الحركة من قبل الإرهابيين هنا في قرية الدالوة تجلت اللحمة الوطنية فعلا لا قولا الصبر الحكمة الثقة في القيادة والتواصي بضبط النفس نعم ولو شئت لأريتك الآن وممكن تصوروها رسائل واتساب بأنها من ضم دعواهم للتهداء وغيرها لأننا في وطن واحد لا نريد لوطننا أصدر الرسائل أشخاص من عندنا أشخاص من الشباب يرسلون ويحطوا اسمه بعد أني أنا اللي كاتب حتى إذا تعرفوني يعني تثقوا فيني أنا اللي كاتب مثليش المضامين؟ المضامين أننا حافظوا على الهدوء لا تتهموا أحد انتظروا السلطات وطننا واحد نريد أن نعيش في وطننا بأمن وأمان المجتمع حكم على هذه العملية الإرهابية بالفشل جدران التركيبة الإحسائية كانت منيعة أنا برأيي أنها تفشل الفتنة لأن الفتنة أصلا قايمة على أساس حقد وكراهية والبلد من بلد الإحساء بلد محبة وألفة فما أظن أن الفتنة تحصل لها بيئة الفرصة اللي كانوا هم يأخذوا ولو بصيص من الأمل فيها ويريدونها كلها هذه تسكرت أمامهم ألا هم الإرهابيين ردة الفعل يبغوها لا مجال للعبث في الأحساء الذي لا يعرف التفريقة بعين أخرى ترى أن هناك التماسك أحسائي رفض على الحالة الطائفية أو الفتنة رفض التام رحتوا يؤدونها بأسرع مما يمكن أنت انتبهت إلى أشياء لم ننتبه لها أنت انتبهت لهذا التماسك وهذا الترابط ونحن حقيقة لا ننتبه لأنه هي طبيعة هذه المنطقة إن شاء الله سنبقى يداً واحدة كل المواطنين في مقابل نبذ العنف ربما العنوان الأبرز في قرية الدالوة بعد هذا الحادث المؤسف هو تماسك الأبناء والآباء والتواصي فيما بينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الهاتفية ودعواتهم بأن اللحمة من أهم ما ينبغي أن يكون في هذا التوقيت حتى يتم تفويت الفرصة على مريدي إحداث الفتنة في هذا المجتمع خالد الجناحي الإخبارية من قرية الدالوة في محافظة الأحزاء